موسيقى أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولتنا الإخبارية اليومية نبدأها مع حضراتكم بأهم العنوين موسيقى الرئيس مرسي يقرر نقل تبعية هيئة الاستعلامات إلى رئاسة الجمهورية وتعيين المستشار جينين رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات موسيقى الرئيس مرسي يلتقي عددا كبيرا من الأدباء والمثقفين والفنانين ويدعو فئات الشعب إلى المشاركة في مشروع النهضة موسيقى إلى حضراتكم تفاصيل الأنباء التقى نيافة الأنباء بخوميوس القائم مقام البطريارك والأنباء سوريال أسقف ميلبورن أمس كلا من وزير الخارجية الأسترالي بوب كار وسفير أستراليا بمصر رالف كينج بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وقال الأنباء بخوميوس إن الزيارة تأتي امتدادا للعلاقات الطيبة التي كانت بين مثلس الرحمات قداسة البابا شنود الثالث ووزير الخارجية والسفير الأسترالي وتعبيرا عن محبتهم للكنيسة ومتابعة أنشطتها واستمرت الزيارة لمدة ساعة تبادل فيها الطرفان التعارف وصرح القمس أنجيلوس إسحاق سكرتير القائم مقام بأن الزيارة ودية ولم يتطرقوا خلالها لمناقشة أي شيء يخص الشؤون الداخلية للبلاد بيحبوا سيدنا البابا شنودة دايما بيجوا يعزونا والعلاقة الطيبة التي سيبنا البابا شنودة أوقتها مع دول كثيرة وكنائس كثيرة الناس الحياة مش سيبين مش نسيين المحبة ديت فهم دايما زيما كانوا بيزوروا سيدنا البابا بيزوروا الكنيسة ويحبوا يعرفوا الأنشطة بتاعت الكنيسة ويذكروا ويتكلموا عن ذكراتهم مع سيدنا البابا شنودة ويحبتها فرصة طيبة أن نحن نشكرهم على تعزيتهم وعلى زيارتهم للكنيسة ويحسوا أن زيارة الكنيسة باركة كبيرة أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من وزارة الإعلام إلى رئاسة الجمهورية كما أصدر الرئيس قرارا بتعيين السفير محمد بدر الدين زايد رئيسا لمجلس إدارة هيئة الاستعلامات وقرر الرئيس تعيين المستشار هشام أحمد جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة أربع سنوات وأصدر أيضا الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة أكد الرئيس مرسي أن مصر اليوم دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ولا يمكن أن تكون دولة عسكرية أو ثيوقراطية مؤكدا أهمية دور الفن والإبداع في خدمة الوطن جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع عدد من الفنانين والمثقفين والأدباء أمس بقصر الرئاسة بمنطقة العروبة وأوضح مرسي أن عدد المحكوم عليهم عسكريا يبلغ 2012 شخصا فقط وتم الإفراج عن 700 منهم وأنه جاري التنصيق مع القوات المسلحة حول وضع الضباط المعروفين باسم الثامن من أبريل ودعا الرئيس مرسي جميع فئات المجتمع إلى المساهمة في مشروع النهضة من جانبه أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل على الإطلاق في حرية الإبداع وأن كل من يتعرض للاعتداء على حريته عليه اللجوء إلى القضاء لقاء مطمئن جدا ولقاء كان فعلا يعني إنساني خالص وواضح أن السيد الرئيس يعني متفاهم الأوضاع وسمع مننا كلنا تقريبا ووعدنا بلقاءات أخرى لليه مشكلة اللي عايز يقول رأي اللي عايز يبدي رأي لصالح الفن وصالح البلد لكن الدولة عليها دور صحيح في حماية حرية الإبداع وحرية التعبير وحرية الاعتقاد يجب أن تؤديه ده فرد عين عليها أنه توجه الدولة في المرحلة القادمة وتوجه النظام في المرحلة القادمة أنه يعتبر أن الفن كقوة نعمة لها دور ودور مهم جدا وبيقول الفنين يتحركوا ولا بد أنكم تنزوا أنتوا قاطرة أنتوا من أهم القاطرات اللي حتقود مصر في المرحلة اللي جاي وكلنا كفنانين في اللقاء دوت كل واحد عرض مشكلته وعرض إهل مداء الفنانين وسيادة الرئيس وعد بحل كل المشاكل وعلى صعيد آخر استقبل الرئيس مرسي بمقر الرئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات المتميزة بين الدولتين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بإقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى جانب بحث التطورات الجارية على الساحة العربية ونقل الشيخ عبد الله بن زايد خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة وسلم الرئيس مرسي رسالة تتضمن دعوة لزيارة دولة الإمارات أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة الأوروبية التي سيقوم بها الرئيس مرسي نهاية الأسبوع المقبل تستهدف أساسا جذب الاستثمارات الدولية لإقامة مشروعات في مصر وقال ياسر علي أن جولة الرئيس مرسي في كل من بلجيكا وإيطاليا تهدف أيضا إلى تنشيط العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وتأكيد الإدارة السياسية في مصر على حماية وتسهيل الاستثمار وتوصيل هذه الرسالة إلى أوروبا والعالم من ناحية أخرى وجه السفير رفاعة تهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الشكر إلى الحكومة السويسرية لتجميدها أموال 17 شخصية تابعة للنظام السابق في البنوك السويسرية قررت شركة مصر للطيران تعليق تشغيل رحلاتها الجوية الدولية من مطار القاهرة منذ الساعة الرابعة من صباح اليوم وحتى الساعة الرابعة عصرا نظرا للإدراب الذي قام به أتقم الضيافة الجوية عن العمل وأعربت مصر للطيران في بيان صحفي عن اعتذارها لعملائها في هذه الظروف الاستثنائية مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل احتواء الموقف واستعادة انتظام تشغيل الرحلات مشيرة إلى استمرار تشغيل الرحلات الداخلية وأكد عدد من المضيفين الجويين المعتصمين بالمطار أنهم لن يقوموا بالصعود للطائرات إلا عندما تستجيب إدارة الشركة لمطالبهم المتمثلة في تحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم أخبارنا الاقتصادية أنهت البرصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب قوية وسط عوامل إيجابية ليربح رأس مالها السوقي نحو 13 ملياراً وأربعمائة ملايين جنيه وعلى صعيد المؤشرات القياسية حقق مؤشر البرصة الرئيسي اي جي اك ثيرتي أعلى مستوى له منذ أربعة عشر شهراً بنسبة تصل إلى ثلاثة فاصل ستة وتسعين من المئة بالمئة فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اك سيفينتي بنسبة ثلاثة فاصل خمسة من المئة بالمئة وارتفع أيضاً مؤشر اي جي اك س وان هندرد الأوسع نطاقاً بنحو ثلاثة فاصل تسعة وستين من المئة بالمئة وننتقل معكم إلى الشأن السوري حيث أفادت لجان التنسيق المحلية بمقتل 82 شخصاً برصاص الأمن اليوم في مناطق متفرقة من البلاد تزامناً مع دعوات للتظاهر في جمعة حملت شعار حمص تناديكم وقال التلفزيون السوري إن انفجاراً وقع أمام مسجد في دمشق مما أدى إلى مقتل خمسة من رجال الأمن وإصابة آخرين وأكد الجيش السوري الحر سيطرته على بلدة تل شهاب بمحافظة درعة على الحدود السورية الأردنية من ناحية أخرى أعلن الملحق الدبلوماسي السوري في سربيا بشار الحاج علي انشقاقه عن نظام الأسد وانضمامه إلى صفوف المعارضة وفي سياق متصل صرح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير بأن هناك نحو ثمانمائة ألف سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية وقال مورير أنه أجرى محادثات إيجابية مع الرئيس السوري بشار الأسد هذا الأسبوع بشأن الوصول إلى المعتقلين وتوصيل مساعدات إنسانية ملحة للمدنيين بالبلاد وأضاف مورير قائلا إن المحادثات ركزت بشكل واضح على الاحتياجات الإنسانية كتوصيل الغذاء والدواء لمئات الألاف من السوريين الذين يعيشون بالفعل معاناة حقيقية مؤكدا تعاونه مع الهلال الأحمر لإصال المساعدات مطلع الأسبوع المقبل وقال مورير الحكومة السورية وطالب مورير الحكومة السورية بالسماح بزيارة المعتقلين قبل نقلهم إلى السجون ووزراء خارجية ورؤساء وزارات من دول عدة تعمل فيها المنطمط الصليب الأحمر وكما تعلمون فإن العملية الكبيرة في قمة عدم الحياة في طهران كان الوضع السوري وكما تعلمون فقد رجعت توا من سوريا عند حيث عقدت لقاءات مع الرئيس الأسد ومع مسؤولين آخرين وزرت مناطق تأثرت أو متأثرة بالعنف كما تعلمون فإن الهيئة الدولية اللجنة الدولية الصليب الأحمر تعمل منذ بداية الأزمة في سوريا في عام 2011 ولكن كانت هذه أول جيرة لي في سوريا وأردت أولا قبل أن أذهب أو قبل أن أدخل في التفاصيل أردت أو شارككم بعض الانطباعات الأولية أن الوضع الإنساني في سوريا كان يتدهور باستمرار كما رأت اللجنة الدولية الصليب الأحمر وحذرت منه وتعرض المدنيون للعنف المفرط أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تنوي إعادة النظر في موقفها بقصوص الشأن السوري ودعا مجددا إلى إيقاف العنف وتوريد الأسلحة إلى منطقة النزاع من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو لن تؤيد أي قرارات من قبل مجلس الأمن قد تسمح بالتدخل الأجنبي في الشأن السوري واعتبر لافروف أن المقترحات التي تطالب النظام السوري بالبدء في عمليات صحب قواته من المدن السورية من جانب واحد غير مجدية وخيالية لافتا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمؤتمر جينيف الدولي حول سوريا يونيو الماضي بشأن الضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيس مجددا دعم بلاده لعملية الانتقال الديمقراطي في بلدان الثورات العربية وتطرق فابيس في الكلمة التي ألقاها مساء أمس أمام طلاب كلية العلوم السياسية بباريس إلى الأزمة السورية حيث أكد أن نهاية العنف الدائر في سوريا يتحقق بانخلال حل سياسي يبدأ برحيل الأسد وتشكيل حكومة تضم كافة شرائح المجتمع السوري وفي القضية النووية الإيرانية قال فابيس إنها تمثل مصدر قلق كبير مؤكدا أن إيران لها الحق في تطوير قدراتها النووية ولكن دون زعزعة استقرار المنطقة بأسرها وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على ترشيح الحزب الديمقراطي له لمواجهة المرشح الجمهوري ميترومني في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والتي ستجرى في السادس من نوفمبر المقبل وأعرب أوباما في كلمته أمام المؤتمر المنعقد بكبرى مدن كارولاين الشمالية أمس عن قبوله الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مشيرا إلى أن تكلفة الحرب أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ بلاده وأن الأمريكيين بإمكانهم تخطي مستوى الصعوبات وتطرق أوباما لقضية الوظائف الأكثر أهمية بالنسبة للأمريكيين حيث أكد على أنه سيوفر العديد من فرص العمل للكثير من العاطلين ووعد بتعزيز برنامج الرعاية الصحية على المدى الطويل وإلى الكوارث الطبيعية في الصين حيث أعلن التلفزيون الحكومي اليوم مقتل ستين شخصا وإصابة أكثر من مائة وثمانين آخرين جراء وقوع أربعة زلازل متلاحقة ضربت مقاطعة يونان جنوب غربي الصين وذكرت الوكالة الصينية لرصد الزلازل أن مركز الهزة الأرضية التي تسبب في انهيار أكثر من عشرين ألف منزل كان على الحدود بين إقليمي يونان وغيغو هذا وقد وقع الزلزال في الساعة الحادية عشر صباح اليوم وتلته سلسلة من الهزات الارتدادية التي دفعت السكان إلى مغادرة منازلهم فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وإحصاء الخسائر ومن أخبار الرياضية حيث تنطلق اليوم التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل بإقامة 22 مباراة أبرزها هولندا مع تركيا وانجلترا مع مولدوفا وبلغاريا مع إيطاليا وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى مباشرة إلى نهايات كأس العالم فيما تخوض أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني مباريات فاصلة ذهابا وإيابا ضد بعضها فيما يسمى بالملحق الأوروبي من ناحية أخرى تنطلق اليوم مباريات المرحلة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المنديالية بإقامة أربع مباريات حيث تلتقي الأرجنتين مع باراكوي وكولومبيا مع أوروكوي والإكوادور مع بوليفيا وبيرو مع ذنزويلا وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء